السلام عليكم وحشان يا جماعة النهاردة الوصفة بتاعتنا ما حصلتش هنعمل حاجة جمداوي هنعمل الارايش هنعملها بنجهات مختلفة وحشوة حلوة وجميلة ومغازية جدا وسهلة جهاز الشاي بق عشان هنأكل اجمل ارايش هنعملها كمان ببزور الشيه والسمسم والينسون واسمه الشامر ايه هو النوع التوابل داي عشان انا مكنش عكيد تعالوا بقى تابعوا معي الطريقة وادخلوا شوفوا ادي ايه كانت هايلة هشة جدا وكمان بدون اختمار ومش هنستخدم ولا مكان ولا عجان ولا اي حاجة عايز اقول اي حد جديد لسه بيزوروا الكنال لو عاجبوا الفيديو يعمل اشتراك وحط لايك وتابعني على قناتي التانية وصفحتي على الفيس هسيب اللينك بتاعهم جوا سندول الوصف هنجيب نص كيلو من الدقيق وشوية ملح زرة يعني بسيطة هايز اقول وهنستخدم هنا عندي لهو الشمر يا رب ونكون قلت صح اسمه والينسون تقدر تحطي الاتنين تقدر تحطي حاجة واحدة منهم تقدر تحطي اي انك انت بتحبيه وعندي سمسم حمص لسه متحمص بريش عشان يدي ريحة حلوة قوي قوي وكمان يبقى يعمل تقطق كده جوا العجين وكمان وانتي بتاكليه والخميرة والسكر والحليب والزبدة الحليب عندي فوق مرحة فوق الدافي بشوية عشان يساعدني بسرعة والزبدة برضو دافية وعندي اللي هي للعجوة السيدة خالص مش هادفية اي حاجة هي نعمة ومطحون انا جايبها جهزة من بلد هستغل بقى هنا دقيق طبعا بتبقي نخلي عشان تبقي في السيبسايد انا ما بنخلش يعني نادر اوي لما ما نخل لاني النوع دقيق اللي بستخدمه النوع قولت وهو انا بقى عارفة نزلت بسكر وزارة الملح والخميرة على الديق ما فيش اسهل من كده وهنزل جوزء من الزبدة وبعدين هنزل بالحليب شوية بشوية ودايما نأكد على الخطوة دي عشان الناس اللي بتعمل اي معجنات او اي حاجة زي ما انا هشتغل عليها تقدر تتحكم في الخليط بتاح عشان يتقدر العجينة تبقى مظبوطة معها بعد ما نزلت بالحليب والمكونات مع بعض هبتدي اضغط عليها يعني بصوابعي بحيس انتأكد ان الدقيق يعني شرب الزبدة والحليب وهبتدي انزل بالزبدة شوية بشوية لحد ما اخد الكوان بتاعي المظبوطة طريقة بسيطة جدا 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 حقيقي ما فيش اجمل من جدا تقدر تستخدمي اي نجحة انت بتحبيها اضغطي عليها بيديك ويصوابعي يعني عشان تتأكد ان هي شربة الزبدة هنا بقى هستخدم من الحاجات اللي احنا هشتغل عليها معاكم هي بودر على فكرة تقدر تستخدمي الحبوب بس تتأكد ان هي نضيفها عشان في بعض حبوب بتبقى مش نضيفها بس الريحة هي كانت تستهل انك تحميها وكمان عمل كمية رهيبة تبارك الله كمية اللي انتو شفتها في اول الفيديو هبتدي دلوقتي بقى بعد ما انزلت بكل المكونات معايا اعجنها وانزل برضو بالزبدة اخلي جزء من الزبدة اعجن بيه في المرحلة الاخيرة لاني اللبن اول ما بتحطيه على العجين العجينة بتجمد جمي Minds فبخلي جزء في الاخر من الحلق من الزبدة اللبن اللي هو الحليب و الجزء الاخير اللي هو من الزبدة بنزله بيه على العجينة وانا ببعجن في المرحلة الاخيرة علشان حليب بيعمل عرق لعجينة و تبتدي تشدي منك فلذلك ساحل من الكتbrid جزء الاخير من الزبدة استخدمه في الاخر العجم وده الملمس اللي انا عيزنه مفيش اجمل من كده عجنة طرية نعمة كمان بدون اختمر هشتغل عليها على طول اللي هعمله هدخله على الفرن مش هستنى اي حاجة هنا العجوة او البلح المطحون في بعض الناس بتحب تضيف عليه زبدة او سمسم او اي نكهات او اللي هو المحلب انا ما حطيتش عليه اي حاجة من الحاجات دي انتي اللي يجبك اعمليه انا لسه هستخدم هنا عندي السمسم ولسه هستخدم بزور الشاية فانتي بقى يعني انا شايفة ان البلح كان حلو الفليفر بتاعني يبقى بلح سادة كده جميل قوي تقدر تستخدمي المشمش تقدر تستخدمي التين تقدر تستخدمي اي نوع من الفواكه المجففة هاخد جزء بسيط من العجين هعمله على شكل دايرة وهفرده طبعا هتتحكمي في الجزء في الحجم زي ما انتي عايزة ده اختياري لكن انا حبيت اعمل الحجم اللي انتو شفتوه لانا كانت هيلة 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 حقيقي بقى مع الشاي مفيش بقى اجمل من كده في طار ما حاصلش ممكن جمان تغذيها في السناكس ساعة خمسة ساعات كده الواحد بيبقى عايز واحد قهوة مع واحدة من دي بتغير الايه مش عارف بقى يعني عايز اقول ان هي بتزبط عندي يعني بقى مبسوطة وانا باكلها يعني بحس ان انا كده يعني انجوي حاية هعملها بالشكل ده كأنها على قطيف بس كده بتديني شكل حلو قوي واسيب سبيس انف من جوه عشان هترتفع بقى هترتفع بقى وتبقى حشة جميلة وما تلاقيش ما بتلزقش في بعض بس برضو خليك في السيب سايد سيب سبيس ما بين كل واحدة والتانية عشان يعني الحجم بتاحها لما يتضعف سهلة جدا مفيش فيقها شغل لحد دلوقتي هستخدم بقى هنا هدهن وشها بالبيض تقدر تستخدمي تدهني وشها بالهو الحليب تقدري ما تدهنيش خالص تحطي مية وتحطي من فوق السمسم تقدر تحطي اي حاجة انت بتحبيها بس انا استخدمت الحليب اعملين اسمه البيض عشان بيديني لعمعة حلوة قوي قوي وهنزل هنا بالسمسم السمسم اللي هستخدمه ابيض ناي مش مستوي عشان لما دخلوا الفرن يستوي جوه الفرن تبقى نكهة فرش كل حاجة عندي فرش ومزبوطة هوزها السمسم عليها من فوق كده بالشكل ده اخواتنا في العراق بيقولوا عليها كاليجا يا رب اكون قلت لا اسمي صح بس بيموتوا فيها من اكتر حاجات اللي بيهبوا ياخدوها على طول هنا هاخد كوزة من العجين وهعملت اللي هو البلح المطحون او الطمر عشان الناس بتقول عليه الطمر فردته صوابع طويلة رفيعا ومش هفرت فيها التاني وفردت العجينة بالحجم اللي انتوا زي ما انتوا شايفين بالزبط بصوا انتوا حاسين بالحجم وانا بلفوا هعمل رول واحد بس مش هلف العجينة اكتر من اللفة هي لفة واحدة اول ما العجينة توصل للحرف بتاحها اروح قطع على طول عشان انا مش عايزة عجين انا عايزة كده حاجة يعني الترقع وانت بتاكل بتحس كده بقى رماشة رهيبة وحاجة خفيفة كده وهاشة جميلة جدا جدا هتأكد ان قفلت الحروف لانها اول ما هتدخل الفرن هتعمل هي هتتمليه هتلاقيها كده تحس ان هي عاملة زي رقائق الفطير حقيقي يعني هتتفاجئ من شكلها وطعمها وهوزع كله بقى صوابع مش هقطع اي حاجة هجمحهم كده رول طويل جمي بعد وفي النهاية هرسهم وقطعهم الموضوع ما خدش مني اي حاجة اللي خلصت ودخلت الفرن وانا بعمل ده والفرن على درجة حررة 200 بيقعد معك حوالي 25 ديئة هنا بعد ما قطعتهم صوابع ممكن تقطعي زي كده ممكن تعملي هو تخليه فات شوية ممكن تعملي احجام صغيرة جدا عشان ولادك تحطهم في الاسناكس هم راحين المدرسة او لنفسك وانتي رايحة الشغل وبعد ما نزلت بيها جوه البيض هنزل بيها جوه بزور الشيء وهغلفها وشي وظهري داير ما يدور عشان بزور الشيء انتو عارفين طبعا هي غنيها جدا جدا ببوايد كتير فانا حبيت استغل الموضوع ده على فكرة واحدة او اتنين منهم هتحس بطاقة جبارة والله حقيقي وهتدعي لي كمان طريقة سهلة جدا مفيش فيها شغل خالص كمان بتحفظ بزور الشيء بتخليها طريقة الفترة طويلة جدا جدا ويفرش ودي عن تجربة يعني في الاخر يعني قعدت معي فترة طويلة حقيقي الطعم زي ما هو الريحة زي ما هي كل حاجة فيها ووزعت جزء برضو بالسمسم الجزء الاخير حبيت اعملو السيدة عشان بحبا كل حاجات كده يعني تبقى لتعمل لوحده السيدة مفوش اي شيء عشان برضو ابقى مبسوطة ده هنا بقى انا وزعتهم زي ما انتم شفتوا بالسمسم بالبزور الشيء بالهو الشمر مع الينسون الحركات دي اللي هي السيدة خالص بالشكل ده تبارك الله كانت كمية كتير يعني حقيقي عملت معي الكمية دي انا كنت مبسوطة جدا وبتقدميه بشكل جميل بعدها اي طريقة تعجبك قدميها بي انا حبيت اوريكو شكله النهائي مع بعض كله الكمية اللي انا عملتها تبارك الله كان لسه طبعا فيه في الصواني بس انا حبيت ان انا يعني اوريكو الشكل النهائي عامل ازاي بصوا الشكل من برة ومنك وبصوا الارتفاعة العجينة كانت صغيرة زي ما شفتوا بالزبط بصوا الشكلها بعد ما تستويت والارتفاع بتاعها بصوا قد ايه هشة جدا 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 غير ان هي مقرمشة من برة ومن جوة طرية وحلو قوي 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 ريحة السمسم المحمس فيها تجنن البلح صوفت جدا جدا كمان طعم بلح صوفي ما حطيت فيه اي اضافات يعني كنت مبسوطة جدا الارتفاع بصوا عامل اسمها مورق يعني هو عامل كده بصوا تحس فيه طبقات من الخليط العجين بصوا العجين عامل ازاي كانها عاجينة جهزة يعني تبارك الله انا مبسوطة جدا بصوا هي من جوة فاضية يعني هشة جدا ما سبتهاش تختمر ولا حتى دقيقة كل سنية كنت خلصها ادخلها على الفورن التخرج احط غيرها مفيش يعني جمالها ان هي كمان سريعة جدا هاي والله انجوي انا بحبها قوي قوي اجربوا اللي هي اسمها ايه اللي بزور الشي هتعجبكم جدا انجوي ما تنسوش لو اول مرة بزورو كنا وعجبكم الفيديو اعملوا اشتراك وحطوا لايك تابعوني على قناتي التانية وصفحيتي على الفيست هسيب اللينك بتاعهم جوا صندوق الوصف مفيش اسهل ولا اوفر من كده اي حد لسه مبتدئ بيعمل ارائيش هتنجح مع حقيقة حلوة وجميلة وسريعة كل حاجة فيها مزبوطة هسيب المقادر جوا الصندوق الوصف شايفين شكله عامل ازاي بزورو الشي هتجنن ده اللي هو من غير اي حاجة خالص مش عارفة اقول ايه غير انجوي وخفيفة جدا عايزة او بريك وحاسة ان انا ظلمة تصوير يعني هي المفروض يعني هي بتكلم عنا بسها شايفين الطبقات من جوا عاملة ازاي حقيق انجوي كان معاكم امو علي السلام عليكم